بعد مغادرتها السواحل السورية وصلت حاملة الطائرات الروسية أدميرال كوزنيتسوف إلى المياه الإقليمية الليبية خطوة جاءت بعد يومين من دعوة رئيس البرلمان عقيلة صالح مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية لزيارة ليبيا والتشاور حول آلية مكافحة الإرهاب المصادر الروسية كشفت أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر زار حاملة الطائرات وبعد جولة قصيرة على السفينة عقد اجتماعا عبر الأقمار الصناعية مع وزير الدفاع الروسي لمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب أما الجانب الليبي فلم يكشف عن سبب زيارة الوفد العسكري الروسي ولكن وسائل الإعلام المحلية كشفت عن تعاون أمني مرتقب بين الجيشين الليبي والروسي وخاصة في ظل طلب الليبي بإعادة تفعيل عقود تسليح وتدريب القوات الليبية تطور جاء بعد أيام قليلة من زيارة رئيس أركان الجيش الإيطالي إلى مدينة مصراتا الأمر الذي أدانه البرلمان واعتبره انتهاكا للسيادة الوطنية الليبية واقع يبدو فيه وكأن طرفي الصراع في ليبيا يتسابقان لاستثمار انتصاراتهم العسكرية عبر توسيع رقعة حلفائهم الدوليين إذ يبدو أن كل طرف يحاول إقناع المجتمع الدولي بأنه الشريك الليبي الأقوى في عملية محاربة الإرهاب